من مرة الماضي لما علقت تعليقهم قلت أن الفكرة الجوهرية المرادة من هذه التعب بن حليمة لهو خونة ومناضل ومقاوم كان وما زال بالرغم هذا الفيلم التحدوحي اللي دروه له اللي احنا كنا عارفين وهو كان عارفه اللي احنا يدروه له إذن أنا هنا ناقش المخابرات الإرهابية ماشي ماشي بن حليمة قلت لكم أنا كان الهدف أن يظهروا أولاً يوصلوا رسالة شديدة اللهجة للعسكريين باللي اللي يخرج منكم وينشق خاصة إذا أهدر نجيبوه ولو نكرشموه فتخويف للعسكريين باش ما يكونش فضح للفساد اللي صار خاصة داخل الجيش داخل القوات المسلحة عموما الأمر الثاني شيطانة المعارضين ويظهر بعضهم أنهم لصوص وأنهم كذا وأنهم بايبال وقلنا أنه يعني قادي بايبال 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 يو البيبال هذا أنا قلت لكم مثلا بايبال نتاعي اللي غلق قبل سنة وشوية غلقاتوا العصابة بتدخلاته ونمتأكد دفعوا أموال باش غلقوهن كله كله مدة سنة ونصف كان عبارة عن حوالي 20 ألف جنيه جزء الأكبر منها تخلي الجزائر راح لحراكين في السجون ولا لأسرهم ولا وقلناها أنا ذاك والنظام خرج في عداته وقال بل يرسلوا 360 ألف أورو نعم أرسلنا أموال للشعب الجزائري نعم هذا واجبنا ما نشتخباوا من هذا أموال جزائري راح لجزائريين يحتاجوا لمساعدة ومسجونين وبعضهم طريد من العمل وبعضهم مش لاقي وشياكل وبعض أسر بقاوا وبيدوا الأكل نعم وعلى الجزائريين يستمروا في هذا العصابة اللي سرقت الملايير تاعد دولارات تبون نفسه يقول له اه اش حال يسرقوا ملايير دولارات قال له ايه وين ملايير دولارات عشرات الملايير دولارات سنتيم ما رجعوش سنتيم واحد سنتيم ما رجعوش طيب هاكم تجيبوا في القصير جيبوا شنتوف هاون في زوج في اسبانيا جيبوا شحال من وزير وشحال من والي راح ينتحق روف الصغار خدش يفضحوكم وكشفوكم